تتزايد فيه وطيرة التصعيد جنوبي لبنان تتكثف الاتصالات واللقاءات والمساعي لسحب فتيل التوتر زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وتصريحاته تقاتعت مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم والتي شددت على ضرورة الاتزام بالقرار الدولي 1701 باعتباره المدخل الوحيد لاستقرار الوضع جنوبا مع مطالبات لبنانية بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وكانت وفود ديبلوماسية قد سبقت هذه الزيارة وستليها أخرى ما يكشف المخاوف الدولية من تدعية أي حرب في لبنان على المنطقة برمتها هذا الحراك الديبلوماسي يتزامن مع استمرار التوتر على الحدود جراء القسف المتبادل